تعزيزات عسكرية وانتشار مسلح في عدن على وقع دعوات بالتمرد على السلطة الشرعية والسيطرة على المؤسسات أطلقها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات التعزيزات التي رصدتها كاميرات وسائل الإعلام تشمل عددا من الدبابات الإماراتية التي تم إنزالها من ميناء الزيت بالبريقة والتهجهات نحو مطار عدن الدولي في مباشرة تشكيلة مسلحة موالية للمجلس الانتقالي بالانتشار والتموضع في خرماكسر وكريتر ومواقع أخرى في المدينة الأنباء الواردة من عدن أفادت بأن قوات المجلس الانتقالي بدأت بنقل أسلحة وذخائر وحفر الخنادق والمتارس في كريتر حيث يقع مقر البنك المركزي ومقر الحكومة وسط أنباء أخرى تفيد بوصول المئات من المقاتلين الانفصاليين إلى عدن قادمين من الساحل الغربي خلال اليومين الماضيين يأتي ذلك فيما تتخذ قوات الحماية الرئاسية ووحدات تابعة لوزارة الداخلية استعداداتها تحسبا لمواجهة مسلحة قد تندرع في أي وقت معيدة إلى الأذهان المواجهات التي شهدتها عدن في الأول من هذا العام وهي المواجهات التي وقفت فيها القوات الإماراتية مع تشكيلات المسلحة الانفصالية ضدا على الحكومة الشرعية قبل أن تتشكل لجنة من تحالف الرياض أبوظبي لتهديئة الموقف إلى ذلك أوقفت القوات الإماراتية في مطار عدن الدولي ستة خبراء أوكرانيين وصلوا على متن طائرة شحن لإجراء صيانة لمحطة كهرباء الحسوى وذلك تنفيذا لاتفاق وقعته الحكومة مع شركة بيتسيرفيس الأوكرانية لصيانة وإعادة تهيل محطة الحسوى الكهروحرارية بتكلفة تصل إلى 31 مليون دولار ويبدي مراقبون استغرابهم من دعوات المجلس الانتقالي طرد الحكومة والسيطرة على المؤسسات وهما أمران محسومان بنظر هؤلاء المراقبين فلا الحكومة في عدن ولا المؤسسات تحت سيطرة الحكومة يأتي ذلك فيما يكرس المجلس الانتقالي نفسه طرفا يعمل بالإنابة في مهمة تدمير الدولة اليمنية وهي الغاية النهائية للفوضى التي تعصف بعدن والمحافظة المستعادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام